مجرد كلام بس كل الناس عاشت الموضوع ده في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أصبح وهمه الدنيا كل ما تيجي تقعد يا راجل ده دخلونا الدنيا في الجوامع تبقى قاعد عايزة تسكر ربنا شايت لقى واحد إبليس بعت لك واحد كده ها يقول لك شفت الدنيا يا عم أنا في بيت ربنا شفت اللي حمال لك شفت التماطيب يا عم ويذكر فيها اسمه يا عم احنا قاعد نسكر ربنا في بيت ربنا يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة والعجيب اللي بيأكد كلام سيادتك إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو واحد عنده مصيبة مصيبة إن حاجة ضايعة منه وبيدور عليها في المسجد يا ناس محدش لقى ساعة محدش لقى ساعة أنا كنت بتوضى والساعة بتاعتي معرفش ايه لو شوف واحد بيسأل على حاجة تايها النبي عسى بقول قولوا له لا رد الله عليك ضالتك لو وجدنا ينشد ضالتك في المسجد ده أنا أول مرة أشوف النبي على السلام بيأمورك إنك تدع على حد إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ لو واحد بيدور على حاجة تايها في المسجد قول له إلهي ما تلقاها إيه؟ قول له إلهي ما تلقاها لا ده النبي اللي أمر بكده عليه الصلاة والسلام طب لو واحد بيتاجر يا جماعة سلام عليكم أنا ببيع الألم دوت بره بيتباع الدستة بمعرفش ايه لو عمل كده في المسجد ادع ليه قول له لا أربح الله تجارتك ليه؟ ليه النبي اللي مرمي أدع على حد لم تجعل المساجد دي ذلك هو الرسول كان كل همه صلى الله عليه وسلم إنك تركز في الطاع إنك تركز في العبادة أثناء العبادة أخرج من العبادة اعمل إنتعوه فإذا قدية الصلاة فانتشره في الأرض وانتقه من فضل الله إنما جوه المسجد من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتى من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة المعنى ده جميل أول ففعلا يعني إنت داخل المسجد إنت داخل تسبح وركز في العبادة وركز في الطاع والغريب إن أنت لو سمعت الحديث هنعاوز أرجع على الحديث ده تاني عدي تفرغ العبادة أملأ جايبك غنا ومش جايبك أملأ خزائنك أملأ أملأ إيه يعني هنا الغنى المقصود هنا مش غنى مادي إنك تستغنى شوف شوف الغنى استغناء تستغني بالله عن كل شي يبقى الغنى مش حيازة إنما الغنى استغناء طيبا النبي قاله ليس الغنى عن كثرة العرض مش أنت عندك عمرة هنا وأرض هنا وأطيان هنا لا 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 قاله ولكن الغنى غنى نفس ولذلك بتلقاه عنده عنده يعني كل حاجة أموال وكل حاجة وبصص اللي بتاع الفول اللي بيبيع طبقين زيادة اه والله في ناس كده هتلاقيهم في حياتك يبقى عنده مال قرون انما عنده حالة من حالات التطلع الى ما في ايدي الاخرين يقول لك انت على بتاعت الجرجير دي بتكسب كام في اليوم يا عم انت بقى انت هتتجنل والله العزيزي ويقضي بصلها بربطتين بجز جناهات يعني حاجة حاجة غريبة جدا يقول لها انت بديع اللمونة ازيد من التسعير والله يلا اطلب لك الشرطة عشان باعت لمونة زيادة ولا ولا خدت منه خمسة جنيه فده في ناس عندهم الحتة دي ليه لانه ما عندهش غنى وتلاقي فقير عنده حالة زهد شديدة جدا وحالة عفة وده القرآن بيقوله بيقول يحسبهم الجاهل اغنياء من التحفف والله العظيم يا شيخ خادر بتيجي تسأل هؤلاء الناس الحمد لله احنا في نعمة الحمد لله مستورين حلوى اللغة دي اوي اوي خبر ابيض الحمد لله هو ليه قل سماع الجملة دي ليه قل سماعها يعني الحياة طبعا هو نحن لا ننكر ان في ناس ما شاء الله عليهم تيجي تقول يبقى في ابتلاء ولا في مستشفى ولا في عناي مركزة ولا تراح خرطيم دخلة وخرطيم خارجة منه وتقول له كيف طميني عليك والله الحمد لله اعتقد انها تربيا دخلة في الموضوع